بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام من صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلفناها فجاءها بأسنا بياكا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا ظائمين والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المصلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بنا كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مذلناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا إنا تشكرون ولقد خلقناهم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسددوا إلا إبليس لن يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إل أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من مطين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أن يضرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنغلين قال فبما أغضيتني لأقعدن لهم صراطة المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيها لهم وعن شمائنهم وما تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مرعوما مبحورا لمن تبعك منهم لأن أن جهنم منكم أجمعين ويا آذم السف أنت وزوجك الجنة فكنا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبذي لهما ما بولي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاهما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تقونا ملكين أو تقونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بذت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن من تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لن تغفر لنا وترحمنا وترحمنا لنكونا من الخاسلين قال اهبقوا بعضكم لدعم عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم نباسا يواري سوآتكم وريشا ونباس السقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يحجننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينذع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يرى كل هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء من الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريق الهدى وفريق الحق عليهم الظلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله من دون الله ويحذبون أنهم مهتدون يا بني آدم قلوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تصدقوا إنه لا يحب المسجدين قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بقن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشدقوا بالله ما لم ينذل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستقصرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إنا يحجينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستسبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن قوله ممن استرى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا غلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما بخلت أمة لعلت أختها حتى إذا ادارتوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكم مضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم يخراهم فما كان لكم علينا من قرن فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تفسدون إن الذين كذبوا بآياتنا واستذروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينجى الجمن في ثم القياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم نهاب ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا أسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وندعنا ما في صلولهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أولثتموها بما كنتم تأمنون ونادى أصحاب الجنة أصحابا ما لأن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم النعنة الله على الظالمين الذين يصردون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بثيناهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بثيماهم قالوا ما ربنا أنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون فهؤلاء الذين أقفلتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحابنا لأصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء لوم ما رزقتم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخروا دينهم لهوا ونعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأوينه يوم يأتي تأوينه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خفروا أنفسهم وغل عنهما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسفرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تورعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وناتوا الصدوق الأرض بعد أصناحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قليل من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح مصرى بين يدي رحمته حتى إذا أقلنا السحابا انتقالا سقناه لبلد نشت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتان علكم تذكرون والبلد الضجب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات قوم يشكرون لقد أرسل نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما نكون من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا نرات في غنان مبين قال يا قوم ليس لي غنانة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكلبوه فأنجيناه والذين معه في الفلف وأغرقنا الذين وأغرقنا الذين كلبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما نكون من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين تطروا من قومه إنا لنرات في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم والقروا إن جعلكم قنفاء من بعد قوم نوحي وزادكم في الخلق بسطة فالقروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يحبض آباؤنا فاهتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغلب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نذر الله بها من سلقان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابرا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بجنة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها فذروها تأقل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أمين وإكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها غصورا وتنشتون الجبال بيوتا فأكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مرسدين قالوا من أولذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أم صالحهم مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالنبي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعثوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخرتهم الرجفة فأصبحوا في دانهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم لسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوقا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سمقتم بها من أحد من العالمين إنكم يتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسلقون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم نقرا فانظر كيف كان عاطبة المجرمين وإلى مدين رفاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بجنة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعض إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عواجا وانكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاطبة المفسدين وإن كان قائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وقائفة لم يؤمنوا وقائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملؤ الذين استفجروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا والذين آمنوا معك من قبلتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولوكم ما كالهين قد افترنا عن الله كذبا من عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يقول لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما عن الله توتلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقالوا منه الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخافرون فأقلتهم الرجفة فأصبحوا في ذالهم الجاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم مقافرين فتولنا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم لسالات ربي من صحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبش إلا أقلنا إلا أقلنا أهنها بالبنساء والراء لعلهم يورعون ثم بذلنا مكان السيئة حدت حد حجا عفوا وقالوا قد مس آباءنا قد مس آباءنا والراء والسراء فأقلناهم فأقلناهم بوتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القراء آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء بركات من السماء والأرض ولكن كلبوا ولكن كلبوا فأخذناهم بما كانوا يبسئون أفألناه القراء أن يأتيهم بأسنا بياتا وهو نائمون أوأمن أهل القراء أن يأتيهم بأسنا وحوح وهم يلعبون أفألوا مثر الله فلا يأمن مثر الله إلا القوم الخافرون أولم يهجل الليل يلسون القرم بعد أهلها أنه نشاء وصبناهم لذنوبهم ونقبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى لقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبسلات فما فما كانون يكينوا بما كذبوا من قبل كذلك يقبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسطين ثم بأتنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه وملئه ظلموا بها فانظر كيف كان عاطبة المفسدين وقال موسى يا ترعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببجلة من ربكم فعرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فارت بها إن كنت من الصالقين فألقى أصاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يبه فإذا هي بيغاء الناظرين قال الملأ من قوم فلعون إن هذا نساحر العليم يريد أن يخلج من أرض كم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأطاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر العليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا ناجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن كن من المقربين قالوا يا موسى إما أن تلطي وإما أن نكون نحن الملطين قال ألقوا فلما ألقوا سحر وعيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحل العبين وأوحينا إلى موسى أن ألقي أصارك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وأمطي استعالة ساجرين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا مكر فقرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم ورجلكم من خلاف ثم لأصلبن ثم لأصلبن لمكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنظم لنا إلا أما آمنا بآيات ربنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتغر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال تنقفل أبناءهم ونستحيي لساءهم وإنا فوقهم قادرون قال موسى لقومه ازدعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يوذتها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا اوذينا من قبل أن تهدينا ومن بعدنا جدنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أقرنا فرعون بالسلين ونقص من السمرات لعلهم يذنكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لما هذه وإن تصرهم سجئة يطير بموسى ومن معه ألا إنما قائرهم عند الله وناثم أكثر هم لا يعلمون وقالوا مهما تهدينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأوصلنا عليه مطلوبان والجراد والقمل والغفاد أوعدم آيات مفصنات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا مرسل أولنا ربك بما أهد عندك لإن كشفت عن الرجز لنؤمن الملك ولمرسل المعكب إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بارغوه إذا هم ينكثون فانتقرنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستوعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارثنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صمروا وتمرنا ما كان يصنع في العون وقومه وما كانوا يعنشون وجاوحنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعطفون على عصم من لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو قرر لكم على العالمين وإن ألجينا كم من آل فرعون يسومون كم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلك بناء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمن ها بعشر فتن ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارو نخلصني في قومي ونصلح ولا تتبع بلين المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وتلمه ربه قال رب ألي أنظر إليك قال لن تراني وناكن انظر إلى الجبل فإن استقر ومكانه فتوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن اصطيتك على الناس بلساناتي وبكلامي فقل ما آتيتك وكن من الشاكلين وكتب ما له في الألواح من كل شيء موعظة وتغسيل لكل شيء فقلها بقوة وأو القوم فيقفوا بأحسنها سأليكم دار الفاسقين سأصدق عن آياتي الذين يتتذرون في الأرض بغير الحق وإن وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخلوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخلوه سبيلا ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخل قوم موسى من بعده من حنشهم عجلا جسدا له قوار ألن يروا أنه لا يكلمهم ولا يهدي من سبيلا اتخلوه وكانوا ظالمين ولما سقف في أيديهم ورأوا أنهم قد غلوا قالوا إن لم يرحم ربنا ويرفر لنا لنكون من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غوبان أسفا قال بنت ما خلفتمون من بعدي فعجلتم أمر ربكم وألقى الأنواح وعطر برقص أخيه يجعوه إليه قال ابن أم إن القوم استوع فعني وكابوا يقتلون فلا تشمش بي الأعذاء ولا تجعل لي مع القضي الظالمين قال رب اغفر لي ولأطيب نقل الله في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العزلة ينالهم غض من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين والذين عملوا استجيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن رب من بعدها لغ رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أقل الألواح وفي نسخة هدى ورحمة للذين هم لرب يوهبون واخدار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذهم الرجل فتقال رب لو شئت أهلفتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تغل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ونشينا فغفرنا ما وارحمنا وأنت خير الآخرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إما هدنا إليك قال عذابي أخيب به من أشاء ورحمتي ورحمتي وفعت كل شيء فتأكتبها فتأكتبها للذين يتقون ويخطون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين الذين يتبعون الرسول النبي الأم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ويحرم عليهم الخبائس ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالنبيين آمنوا به وعزره ونصره واتبعوا النور الذي واتبعوا النور الذي ينزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا للذي له ملك السماوات له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحر ويميت فآمنوا بالله ورسولهن بالجل أم الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه أثنتين أشرة أسباقا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استفطعه قومه أن اغلب أطاق الحجر فانبدفت منه أثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظلنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى قلوا من قيبات ما رزقناهم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإن طيل له اسكنوا هذه القرية وقلوا منها وقلوا منها حيث شئهم وقلوا حق ودخلوا الباب وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين غلبوا منهم قولا غير الذي طيل لهم فأرسلنا فأرسلنا عليهم رجدا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاورة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شفعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ طالت أمة منهم لما تعظون قوم لله مهلقهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم وعلا لهم يتقون فلما نفو ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون ينهون عن السوء وأخذنا الذين غنبوا بعذاب بئيس بما كانوا يبسقون فلما أتوا أم ماله أنه قلنا لهم كونوا طرزة خافئين وإن سأذن رب فليبعثن عليهم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من يتومهم سوء العذاب إن ربك لسليء العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم من حسنات والسيئات لعلهم يرجعون فقلق من بعدهم خلف ورد الكتاب يأخذون عرى هذا الأدنى عرى هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤقب عليهم نيثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله أن لا يقولوا على الله إلا الحق وادرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسفون بالكتاب وأقام الصلاة إلا لا نضيع أجر المصمحين وإن تقل الجبل خلقهم كأنه ظلة وظن وظن أنه واضع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة والقروا بقوة والقروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخر ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألت بربكم قالوا بنا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبر وكنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغابين ويوشئنا لرفعناه بها ولكنه أخند إلى الأرض واتبعه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تسركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصوا بالقصص لأنهم يتفكرون فأمثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يولمون من يهد الله فهو المهجد ومن يقلل فأولئك هم الخافرون ولقد ضلغنا لجهنم كثيرا من الجن والإنف لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعلم لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك فالألعام بل هم أول أولئك هم الغافلون ولله الأدمار أصنع فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن من من خلقنا أمة يهدون بالحق وإه يعبدون والذين سربوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأولي لهم إن كيدي متين أولو يتفكرنا بخاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولو ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن أساء يكون قد اقترب أجلهم فبأك حديث معنه يؤمنون من يؤمن الله فلا هادي له ويبعهم في تغيالهم يعمهون يسألون عن الساعة أيام مرصاها قل إن ما علمها عند ربي لا يجليها لوقدها إلا هو فقل في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألون فتأن تحفي عنها قل إن ما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نصع ولا غر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم القيب لك فكتعت من الخير وما مثني السوء إن ألا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلق من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسل إليها فلما تغشاها حملك حملا خفيفا فمر به فلما أفقلت دعو الله ربهما ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعال الله عما يشلكون أيشلكون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أبعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فدعوهم فلنستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبقشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آبان يسمعون بها قل دعوا شركاء كم ثم كيدون فلا تنظرون إن برجي الله الذي نزل الكتاب وهو يتول الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرق ولا أنفسهم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم من الهدى لا يسمعوا وترى هم ينضرون إليك وهم لا يمصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن ما ينزغ لك من الشيطان نفهم فاستعذ بالله إنه سميع العليم إن الذين اتقوا إذا مستهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوامهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أكتبئ ما يوحى إلي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعونه وأنسطون عليكم ترحمون والقرد في نفسك تورعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغذوب والآصال ولا تقم من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ونروا يسجدون